آخر أعمالنا كان في القناة السعودية في برنامج الديرة مع الممثل والإعلامي المتميز ماجد مطرب فواز الله يذكره بالخير برنامج الديرة قادنا شهر كامل بضيافة القناة الأولى السعودية وكل صراحة كنا ويا ريان في مشاركين في هذا البرنامج كلمنا عن ريان متجاته هذه الموهبة الحلوة ديه صوته جميل وطبعا الصوت في الطفولة بيختلف حيتطور أكتر حيكون إن شاء الله له وزن بإذن الله لقدامه بإذن الله نعم بتشجعه كيف وعرفت كيف أنه هو ممكن بالحقيقة ريان من سنتين الحمد لله قمت آخذه معي وأطلع معي مهرجانات وفعاليات تطوعية وكذا وكان فيه مهرجان في الأفلاج عبق الماضي بكل صراحة أنا ما أدري أنه يغني على أساس أكون صادق معكم ومع الجميع أكون تعارف كان يخبي أو أنه يعني ما يبغاني يكمتي معيتي كان في مهرجان في الأفلاج عبق الماضي معيتي لأشوف الصورة في سناب شات أو أنها جاءت لي لسألة رياني غني ما شاء الله تبارك تفاجأت تفاجأت بكل صراحة وبالحقيقة شجعته يعني ما قلت ليه يا سلام أنا كسرت مجالي ما كسرت لا بالحقيقة زدته وأعطيته وطلعته ما شاء الله معي المهرجان الجوف مع التوجيه طبعا مع التوجيه نعم ومع في مهرجان استدعتنا الأستاذة تمام البلوي الله يذكره بالخير من التراث في منطقة الشمال وهذا شرف